مشاهدينا مساء الخير نحييكم في حلقة جديدة على الهواء دائما ما نؤكد ان العمل الفني يحاكم امام قاضيه الطبيعي وهو النقد الفني الا ان البعض بيذهب احيانا الى اخذ الاعمال الفنية الى المحاكم وبهدلة صنعها البعض الاخر بيعمل المعيار الاخلاقي والبعض الثالث بيعمل المعيار الديني الشيخ محمود عامر وايضا هناك بعض المشايخ اللي بيؤيدونه في هذا الكلام طالب بتطبيق حد الحرابة الذي يصل الى حد تقطيع الايادي والارجل من الخلف على الفنانين وعلى صناع بعض المسلسلات بيتهمهم بانهم بيسرقوا الوقت زي اللي بيسرق المال ايضا حنقش هذه القضية في اطار منقشتنا السنوية لمسلسلات رمضان بنقشها كثيرا على اعتبار ان المناقشة يمكن ان تأخذ شكل انه بعض المسلسلات جيدة وبعضها رضي لكن لما بتدخل في اعمال المعيار الديني بهذا الشكل حنشرك المشاهدين معانا في هذه المناقشة واقدم ضيفية المخج الكبير السيد مجدي احمد علي السيد مجدي اهلا بيك اهلا بيك السيد الشيخ محمود لطفي عامر الشيخ محمود اهلا بيك اهلا بيك الشيخ محمود وبإجازة يعني انت عندك موقف من المسلسلات رمضان وقلت انه المسلسلات بتسرق الوقت اه زي اللي بسرق الفلوس وطلبت بتطبيق حد الحرابة على صناع هذه المسلسلات لماذا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين وبعد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اما بعد انا ساقرأ الكلام اللي انا كتبته عشان تبقى المنقشة على اساسه انا مش مسؤول عن اي فهم او اي نسبة طيب بتقول ما انت معايا ما هو معايا مختصر ما هوش كلامته ما هوش طويل شوف زينك سارق الدرهم وسارق الوقت ثم هذه ليست فتوى دي انا بعتبرها تدريب ذهني فقهي يعني يعني نص مطروح للايه للمنقشة طيب ليا فيه سلف ولا مليش هنتناقش فيه نقرأ الكلام الاول وعلى ضوءه تتم المنقشة فاللي انا كتبته بالنص سارق الدرهم وسارق الوقت القارئ لآية حد السرقة وآية حد الحرابة يجد امرا عجبا باعمال قياس الاولى فالله جل وعلا يقول السارق والسارقة فاقطعوا ايديهما قياس الاولى هو ايه يا جماعة ربنا بيقول فلا تقل لها ما اف ولا تنهرهما فاذا كان كلمة اف للوالدين حرام يبقى من باب اولى الدرم حرام هذا معنى بقياس الاولى فاذا كان الشرع بيقطع يد السارق في ربع دنار للمحافظة على الامن الاقتصادي والمحافظة على المال العام والخصوة والاخره فما بالنا بسارقة الوقت واشرف الاوقات يعني هذا الكم من المسلسلات الغير طبيعي والغير مسبوق في شهر رمضان سبعة وثلاثين او سبعة وعشرين مسلسل من اول ما انا جاي من عند المحور المشير لغاية عندك هنا والاعلانات كلها حول هذه المسلسلات وكأن مصر التوجيه والمسل العليا بيمثلها الفنانين والفنانات والمطربين والمطربات والراقصين والراقصات فهل هذا هو سبيلنا للتنمية ده كلام في نظر هي دي اصل القضية فقلنا السارق والسارقة قط عيادهم في ربع دنار طيب في نفس سورة قط عياد دي في ربع دنار في سورة المائدة انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم ورجلهم من خلاف الى اخر الاي طيب ايه الكلام اللي انا اللي انا بحاول عبر عنه لو اخذنا بقياس الاولى فقلنا ان سرقة الوقت اغلى واثمن من سرقة المال وبعدين اي وقت اشرف الاوقات وهو ليالي رمضان وفيها ليلة ب83 سنة اشغل الناس بهذا الكم من المسلسلات في علامات استفاءة وبعدين انتاج ايه اللي بتتكلموا عنه وتقدم ايه وعشوائيات ومش عشوائيات وتحرش ومش تحرش ما هو ده البلاء الازرق ده اللي بيشوفوا الناس ها بينعكس شيء طبيعي بينعكس على السلوك العال على الطفل وعلى الشاب وعلى الشابة وعلى المراهق بل على الشخص العجوز نفسه ما كان من اشياء سمعناها شزة عجوز مش عارف عنده خمسة وستة بس هو مش هياخد من المسلسل لا ياخد مين قالك انه ما ياخدش ليه ما ياخدش انا عايز اقول حاجة دايما اسمع ويمكن الاستاذ يفيدنا يقولك الفن رسالة ماشي طيب رسالة ايه ما رجعت الرسالة دي عايز نفهم يعني اي رسالة لان مش معقول قاجي بتلتمس له من عزر بالجهل اه مش معقول ان انا ابرسخ حاجات وفتاوة مغلوطة واللي مفروض اللي يحاسب اكتر من اصدره هزي الفتاوة بالجواز هم دول اللي يحتاجوا حد اكثر من حد الحرابة لانه ما ضللوا هؤلاء اتنا الناس لانهم دول مين فنانين دول من مش من اهلنا يعني مش مفروض ان احنا نبقوا خايفين عليهم زي اي طائفة من المجتمع لما نشوف حاجة غلط سواء كان فنان ولا راقص ولا مطرب ولا مطربة هو دا مش ليه حق علينا زي اي واحد زي اي واحد في البشر لازم ان احنا لنبهه للخطر اللي هو وقع فيه ولا نسيبوه لا هتقوله المسلسل بتاعك جيد او رضي احنا بقى بنقوله ايه انما انت مش هتقوله تعال هقطع ريديك لا الكلام مش كده شفت كلام اللي انه حاسب عليه ولولا العزر بالجهل واقامة الحدود انما موكولة للحاكم مش ليه نحن ولا لشكل ازهر وده مقرر عندنا في في كتب العقيدة بس انت بتطالب بيها ولكنها موكولة مسئولية التنسيج على الحاكم ولا ينازع فيه يعني لا ينازع يعني ما يطلع ليش اي طيار ديني ايا كان اسمه ويقول انا هنفز انا انا هنفز انا واخد بالك كون ده مخالف للايه نستنيه انت ده اللي هي نستني انت الحاكم اللي منه ده وليه لا سهقت ان شاء الله طبعا ان شاء الله ما كان عندكو مرسي اما اعمال ايه ما كان عندكو مرسي عندنا مين مرسي هو اسأله اسأله هو لا معدار يا سيدي انت ما تعرفنيش بقى ما تعطيانيش طيب خلاص فانا قلت لو لا هذا لقلت ان حكم الشريعة فيهم هو حد الحرابة بعموم اللفز الذين يسعون في الارض فسادا واحد بيمسل دور اه اول حاجة فيه من مخالفة العقيدة ما فيه بل فيه من الشرك الصريح الشرك الاكبر كمان ولو عايز بالسلح ان يعطيك اللي هو يسعون في الارض فسادا اما ان يقتله او يصلبه او او يصلبه او تقطع اياديهم وارجله لان المسلسل او الفيلم فيه من مخالفات العقيدة كثير مخالفة مباشرة مش خلاف فقهي تعرف لو خلاف فقهي مهما كانت درجة شزوده الخلاف الفقهي وان كان شزل انا بسمع لساعد الدين الهلالي وبسمع لغيره حاجات انا عارف انها شزة ليه لانه بالمطالعة ما 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 يحركش فيها ساكنة قالو مقابن وابن انما المسلسل لكن لا مش المسلسل الخلاف العقيد الخلاف العقيد ليه لانه ده مبني على اصول العقيدة توقيفية انما في المعاملة ممكن نلتمس الف الف عزر يرى الحق من هنا او يرى مش عارفه حتى ولو كان الاحتمال ضعيف يعذر ما ما العقيدة لا يا جماعة ايه العبس اللي انتم بتعمله فيه ده قال لا واحد مطلع لي هي اصلا حاجات شرعية يعني مثلا ايه اقامة الصلاة مثلا الصلاة دي ايه من اركان الاسلام يجي مطلع لي واحد بصورة منفرة هو احنا بنصاله كده طب هو هو دي واحد طب هو قال لك انه الصلاة ليست من اركان الاسلام عشان تقول انه مسر عصيدة يا استاذ انت لما تجيب عائل صغير وتلبسه بدلة ظابط او بدلة شرطي بيمشي ازاي بيمشي يرقص ولا بيمشي ماشي عسكريا بيوحاكي والتمثيل اشد يا مال انت شفت ايه شفت ناس في ناس في ناس في ناس استهزقت بالصلاة يعني في المسلسلات ليه انت ما تمشيش في الشوارع ما بتتقلش كده خدنا على جناحك عم الشيخ يا مالشيخ ايه خدنا على جناحك عم الشيخ عشان داخل المسجد ايه مال العقيدة تعا عايز حاجات في العقيدة هتديك مثال في يحي حق في انديل ام هاشي لا خلينا بس خلناها في المسلسلات لو استعدنا مورسكم في تكفير الاعمال الفنية والمحروضة انت مش احتفال عيش معايا يا ابراشي لا استنى ما تنقاش حديث انا مسا ما انهتش حديث قد ايه ايه انا نصها لا مش نص ساعة طيب اتفضل انا بس عايز اعرف قدام ايه طيب اتفضل والله انا كان عندي سعادات ايه 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 شير محمود ما انت موجود هكمل طيب ما انت موجود عندك ايه تاني بس قالت اللي انت بتقول تكفير ومش تكفير ما فيش داع تكرارها واخد بالك لان ده ما حصلش خلاص احنا لما انا اجي اقولك فيه حاجة اسمها العذر بالجهل معنى انه لو رأى اي انسان على بصيرة من علم كفر صريح قولا او فعلا لا يطلقه على ذات الشخص لاحتمالات عدة طيب بس انت شايف بس انت شايف كفر صريح لا انا مقولتش للمسلسلات كفر صريح بقولك في داخل المسلسلات شرك صريح وديت لك مثال في انديل المهاشم وحديك امثلة في السلاسية وحديك امثلة لعادل ايمان طيب خلينا اسأل بك